ملك ويد تحية إلى غزة الأبياء تحية تحية فلسطين احنا نحبها واذا تحررت ان شاء الله رح نروح ورح نجتمع كلنا بقول ان الاسرائيل هي ولا شيء الله أكبر بالروح بالدم نبديل شاقصة هذا أقل ردة فعل نقوم فيها سواء بالوقفات التضامنية أو في حملات التبرعات واليوم حملات التبرعات قائمة لدعم ثبات وصمود أهل غزة أهل غزة اللي لهم فضل على الأمة الإسلامية جمعا بأن علموهم معنى الصبر والثبات والإرادة والإيمان في هذه القضية اللي نعتبرها عقيدة بالنسبة لنا الشعب الكويت دائما هو المناصر الأول يعني كشعوب لهذه القضية التاريخية والقضية العقائدية الثابتة والراسقة في قلوبنا ونحن كنواب اليوم امتدادا وتمثيلا لهذا الشعب الكريم اللي نستجمعه دائما لذلك يعني أدعو لهذه التجمعات المستحقة دفاعا عن هذه القضية كما طلبت اليوم يعني ودعيت أخواني النواب والحكومة لعقد جلسة خاصة بمناقشة كل التداعيات في هذه القضية أنا أقول اليوم النواب والوزراء حاضرين في ساحة الإرادة فعلا هناك نواب ووزراء حاضرين في ساحة الإرادة وإن شاء الله اليوم في ساحة الإرادة يوم الأربعاء المقبل بإذن الله داخل مجلس الأمة جلسة خاصة عن هذه القضية بإذن الله سبحانه وتعالى هذا أقل للقليم ككويتين نرى القضية الفلسطينية هي قضيتنا وليست قضية فلسطينية بل قضيتنا لأنها قضية حق وعدالة وقضية أيضا تحرير أرض من المقتصبين من الماكرين من الغادرين وهو الكيان الصيوني القذر أنا اليوم يعني خلاني أحضر رقم واحد هو ليس فقط تأييد القضية الفلسطينية أو دعم المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح الحقيقي اللي هو هستحرير بل هو يعني الوسيلة الأولى للتحرير ونستذكر الآن من أرض الكويت شهيد الكويت فوز المجادة اللي يستشهد على العراض الفلسطينية في عام 89 ولقب في فلب المقاتل يعني المقاتل في فلب الله أكبر الله أكبر عاشت الكويت وحكومة وشعبا موقفها الصامد طوالة 75 عاما الله ينصرها وينصر كل المسلمين وكل الفلسطينيين تحية الكويت حرة أبية إشي سيء اللي صار والله ما يصير تاخذون بلد ثانية مو معتكم متحدين مع فلسطين إن كان معنويا وإن كان ماديا الله ينصرهم وإلا يقويهم وإلا يزيد إيمانهم إن شاء الله أنا اليوم أظن من أسعد الناس الموجودين في هذا المكان لسبب في كلمة دائما نقولها أن الحق لا يأخذ إلا بالقوة فلسطين هي راح توزن النجيش الله معاها فلسطين يعني مو بس للفلسطينيين فلسطين لكل المسلمين وهذا فخر جدا 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 كبير ما بأقول غير الله يعز الكويت وأهلها وشعبها عشان تساورت الفلسطينيين إحنا ملعاكم إحنا نحبهم إحنا قلوبنا معاكم وإحنا معاكم وإلى الله ينصركم هذا اللي نقدر عليه يعني هذا أقل واجب نسوي لهم بالتجمع هذا ندل على شيء دل على ثبات المبدأ وثبات الموقف الكويتي أمام القضية الفلسطينية يعني ما بتتخيلوا هذا قداش بيكون تشجيع معنوي لكل بني آدم كل مواطن فلسطيني موجود بغزة يعني شو بإدنا نحكي؟ مثل ما قال محمود درويش فلسطين هي أم البدايات وأم النهايات شكرا كتير كمان القناة القبل سعى وجودكم هون بمعنا وقفتنا اشتركوا في القناة